اصدر اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لإدارة الشركة القابضة للنفط والغاز شركة مساهمة بحرينية قرارا بتعيين المبعوث الخاص لشؤون المناخ والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة قائما بأعمال العضو المنتدب في الشركة وجاء قرار اسمو الشيخ ناصر بن حمد في إطار مكاسب الخبرات الوطنية في المملكة والقدرات العالية والخبرة التي يمتلكها سعادة الدكتور محمد بن دينة حيث سيكون قائما بأعمال العضو المنتدب في الشركة التي تعمل على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات للمملكة في مجال النفط والغاز ويعمل مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على تحقيق ملف الأعمال بالشركة في أبريل من هذا العام من جانبه رحب مجلس الإدارة بالقرار الذي يعكس توجه سموه في جذب الخبرات الوطنية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر